ودلوقتي معنا تقرير عن الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانج اللي فازت بجائزة نوبل للأدب لعام 20-24 تعالوا نتعرف عليها أكتر ونشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة داني حدث ثقافي هام يترقبه كل الكتاب والمثقفين حول العالم في شهر أكتوبر من كل عام وهو إعلان الأكاديمية السويدية الفائز بجائزة نوبل للأدب وكان نصيب الجائزة لهذا العام 2024 للكاتبة الكورية الجنوبية هان كانج ولدت هان كانج عام 1970 وتنتمي لأسرة أدبية إذ كان والدها روائيا شهيرا وبدأت مسيرتها الأدبية عام 1993 بنشر عدد من القصائد أما ظهورها الأول فجاء في عام 1995 مع مجموعة القصص القصيرة حب يوسو تلتها أعمال أخرى سواء كانت روايات أو قصصا قصيرة وأتى نجاح هان كانج الدولي الكبير مع رواية النباتية عام 2007 وفازت عنها بجائزة مام بوكر الدولية لعام 2016 ومن أبرز مؤلفات هان كانج الأخرى الكتاب الأبيض ورواية أفعال بشرية ورواية دروس إغريقية وبجانب كتاباتها كرست نفسها أيضا للفن والموسيقى وهو ما ينعكس في إنتاجها الأدبي وتعد هان كانج أول كورية جنوبية وأول امرأة أسيوية تفوز بنعبل للأدب وهي المرأة الثامنة عشر التي تحصل على هذه الجائزة وكانت الكاتبة السويدية سالما لاغلوف أول امرأة تفوز بالجائزة عام 1909 ترجمة نانسي قنقر